الموضوع يهم يعني عدد كبير جدا من السيدات خاصة السيدات الحوامل هو اكتئاب ما قبل الولادة فيه سيدات كتير اللي بتكون اول مرة يعني بيتضع حملها وبيكون عندها اكتئاب قبل الولادة الاكتئاب ده ممكن يؤثر عليها نفسيا وجسديا وعصبيا كمان ممكن يكون سبب فيه اصابة المرأة بامراض القلب عشان كده لازم السيدة الحامل ما تفكرش كتير في الولادة عشان لا تصاب بالاكتئاب احنا المشهور عندنا اول احنا متعرف عليه اكتئاب ما بعد الولادة لكن اكتئاب ما قبل الولادة يمكن النهاردة هنلقي الدوق عليه اكتر هل اكتئاب الولادة ممكن يزود من مخاطر امراض القلب عند السيدات ده اللي هنعرفه خلال فقرتنا النهاردة منضفنا اللي موجود معانا في استوديو الدكتور محمد صبري الحديني استشاري امراض القلب بمعهد القلب القومي اهلا مسان يا دكتور حالك من نور اهلا بعمل صباح خيره بس صباح خيره يعني احنا مش مبنقولش ده مجازا لما بنقول ان السيدات بتجيلها اكتئاب ما قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة وده بيختلف في الشعور وبيأثر على قلب الستات لما بيجوا يحطوا ايدهم كده ويلوا قلبي واجعني ده بيقى بجد قلبهم واجعهم ده حقيقي هو دي ظاهرة وليها نسبة لبأسة بها عالميا يعني ان السيدات في الحمل او في عمر الحمل يعني ممكن تصاب باعراض اكتئاب ما بعد الولادة اللي هو ممكن يبدأ احيانا ما قبل الولادة ويستمر ان بعد الولادة يعني ممكن لأسابيع وممكن لو ما تعليقش كويس ان هو ممكن يزيد عن كده وممكن يتطور الاكتئاب حيث بعد كده لو ما تمتش علاجه بالصورة المناسبة وطبعا تأثيرات الاكتئاب طبعا على طب قبل التأثيرات يا دكتور عفوا ايه الاسباب ليه المرأة بتكتئب مقبل الولادة اقول لك انا طبعا يعني ما فيش اسباب واضحة بس طبعا يعني ممكن بيبقى فيها جزء زي جيني او عائلي يعني مثلا حنلاحظ ان اللي بيجي لها اكتئاب ممكن هتلاقي والدتها وخليلها هتلاقي في العيلة عندهم جزء جيني ان هم يعني بيتأثروا بشدة في فترة الولادة ممكن لو هي تصابت بالاصابة دي قبل كده ممكن تجي لها تاني ممكن الاضطرابات النفسية او المصاحبة للولادة او اختلاف الهرمونات تقاير الشكل الجزء او تقلب ده وارد طبعا يعني ممكن يكونش عندها تقبل للشكل من قبل الولادة وبعدها يعني الخلفات ممكن لو فيه خلفات اسرية مصاحبة للفترة دي كل ده بيساهم في زيادة نسب الاكتئاب ما بعد الولادة طيب الاكتئاب ما بعد الولادة ده مرض نفسي احنا منتكلم انه هو ممكن يوجع القلب بجد وانه يؤثر فعلا على عضرة القلب ودي حاجة عضوية فعلا المرض النفسي ممكن يوصل لمرحلة انه هو يسبب لنا مرض عضوي القلب فعلا يتأثر طبعا هو دي احنا كان يعني هو طبعا الاكتئاب واحد ولا ده نافل متقدم يعني الاكتئاب ما بعد الولادة او الاكتئاب عموما واحد من مسببات ضعف عضرة القلب ومتلزمة مشهورة قوي اسمها متلزمة القلب المنكسر او التكتسوبو ان الهتلالة النفسي ده ممكن يؤثر على عضرة القلب ممكن الصدمات الشديدة او الصدمات العاطفية او المشابه انها ممكن تؤدي الى ضعف جديد في عضرة القلب وتظهر الاعراض على المريضة او على المريض بصورة هبوط في عضرة القلب وقصور شديد ويحتاج لعلاج مماثل لمرض ضعف عضرة القلب والتعافي منه يعني ممكن ده الخبر الجيد ان هو ممكن ما يستمرش يعني اكتر من اسابيع وبعد كده يتعافى منه المريض بالنسبة للاكتئاب كمسبب يعني والد ان ده يحصل مع فترة ما بعد الحمل ان ممكن الاكتئاب الشديد ممكن يؤثر على عضل هل ممكن يؤثر على الولادة نفسها يعني ممكن ده يؤجل الوضع او يؤثر على الجنين المرأة او السيدة الحاملة المكتئبة يبقى فيه تأثيرات على الجنين بعد كده الاكتئاب في حد ذاته يمكن ليه تأثير على التعامل مع الطفل الصغير وهي ممكن متبقاش عارفة تتعامل معها بصورة كويسة او هي ممكن توصل لافكار يعني متبقاش عارفة تتعامل مع الطفل او ان هي ممكن تفكر في افكار ايزاء لنفسها او لطفل يعني ده في مراحل متقدمة اتعامل ازاي مع السيدة او اكتئاب ما قبل الولادة كزوج اولا في البيت وامتى احس انه درجة الاكتئاب وصلت الى ضرورة الذهاب للدكتور او المستشفى هو طبعا هو فيه مرحلة بتبقى يعني هو فيها يعني لابس شوي انه هو في العادي انه هو ان يبقى فيه بعض المشاكل النفسية وتقلبات النوم وتقلبات يعني نسب الهرمولات اللي بتؤدي لبعض التقلبات المزاجية طيب التقلبات دي ممكن تكون عادية جدا وفهاش مشاكل انما وبتمر بيها جميع الستات يعني انما لما بتتطور الامور لانها بقت يبقى فيه اعراض اكتئاب واضحة فيه عزوف عن البقاء في يعني انها تبقى في التتعامل مع المجتمع وان هي تعتني بطفلها وتعاملاتها مع زوجها واسرتها ساعتها التشخيص بيبقى بدأ يبقى اوضح والحاجة ان يبقى فيه استشارة للطبيب نفسي تبقى مهمة جدا دكتور في بعض الاوساط الاجتماعية ممكن الناس تتقبل فكرة اكتئاب ما بعد الولادة لكن الاغلب الاعام اهلنا الطيبين تبقى بتتدلع دي نكادية دي مكسرة تتحرك دي مش عايزة تتحرك دي خلاص بقى خلفت وقعدة جنب البيبي وخلاص ازاي نقدر نبين ان ده حاجة حقيقية ممكن تصيب حد فعلا وممكن تؤدي لأضرار حقيقية لها وللطفل وعلى انجران للأسرة كمان هي دي محتاجة يعني هي دي توعية مجتمعية وطبعا هو في المجتمعاتنا ويمكن حتى في مجتمعات يعني عالميا هو الاستشارة النفسية بتبقى نوع من انواع رفاهية نوع من انواع رفاهية ونوع من انواع يعني يعني بيبقى فيها نوع من سب اجتماعي اه سب اجتماعي بنفس اللفظ كده فبيبقى يعني الرجوع للاستشاري نفسي بتبقى يعني آخر خطوة بيفكر فيه ممكن بعد يعني تقدم المرض بصورة معينة لابدأ نفكر بقى ان احنا نروح للإستشاري النفسي ونستشيره خطوات العلاج بتكون ازاي فانت العلاج طبعا يعني طبعا هو الجزء الخاص بالنفسي طبعا يعني بيبقى فيه جزء خاص بالأسرة والأسرة المحيطة بالسيدة المصابة وقد تصل لبعض الأدوية وأدوية الاكتئاب ان هي عشان تقدر تعدي مرحلة الاكتئابة بعد الولادة طبعا ده احنا عاوزين نفصله ما بين الإصابة اللي هي المرض الأشهر اللي هو بريبارتام كارديميوسي أو اعتلال القلب أو ضعف عضلة القلب المصاحب للولادة يعني تشخيصه وعلاجه مختلف عن منفصل تماما عن اكتئابة بعد الولادة طب لو حركت فرق لنا ما بينهم ونعرف ضعف القلب ضعف عضلة القلب طبعا البريبارتام كارديميوسي ده يبقى مسموحة أصلا للسيدة أنها تبقى حامل ولا ده بيوصاحلها أسنى الحمل لا هي بتصاب بيه في فترة الحمل أو يعني ممكن بداية بيبدأ في فترة الحمل وبيستمر ما بعد الحمل إن عضلة القلب ممكن يحصل فيها قصور شديد في فترة الحمل ويستمر ما بعد الحمل لممكن لأسابيع وشهور أو إنها ممكن تبقى مريض ضعف عضلة القلب إنه نسبة التعافي منه يعني هي كبيرة نسبيا ممكن توصل لخمسين في المية بس خمسين في المية من المصابات بالمرض دوا ممكن بيستمروا على ضعف عضلة القلب وإدوية قصور عضلة القلب طبعا هو ليه مسببات واحد منهم هو الجزء النفسي لكن ليه مسببات تانية ممكن تكون برضو لها جزء جيني وجزء وراسي وممكن بتبقى بسبب إنه ممكن يكون فيه أمراض قلب كانت هي مصابة بيها ممكن تكون غير مكتشفة أو إنه هي فيه في العيلة إصابات شبيهة بحاجة زي كده فبتبقى نسبة زيادة البريبارتام كارديموابسي أو ضعف عضلة القلب المصاحب للولادة بيزيد جدا في الفئة دي من الستات يعني وبتحتاج لعلاج مماثل لعلاج ضعف عضلة القلب اللي ليه علاقة بالشراء التاجية أو الإصابات الفيروسية يعني وطبعا فيه أدوية حديثة دلوقتي وأجهزة ممكن أجهزة دعمة زي الجهاز المنظم القلب السلسي للحجرات ده كلها أدوية بنحاول ندعم عضلة القلب لحتى إن إحنا يا إما حنعدي المرحلة دي وهتعافى القلب تماما أو حنكمل بيه بالتشخيص إن هي عندها ضعف عضلة القلب ونكمل علاجنا بيه إيه النصائح اللي ممكن نوجهها للأمهات الجدد لتجنب اكتئاب الولادة؟ طبعا هي فيه نصائح عامة يعني لازم التوعية والإراية ونسمع تبقى تسمع يعني الإرشادات الطبية الخاصة بالحالة النفسية وبالتعامل مع الفترة دي والتوعية للأسرة والزوج والأمهات إن هم يعني إزاي يتعاملوا مع الأم في الفترة دي والحفاظ على الحالة النفسية مهم جدا زيه زي الحفاظ على الحالة البدنية طيب في سيدات بيكون أصلا عندها مشاكل بالقلب يا دكتور هل مسمح لهم إنهم يحملوا وهل مسمح لهم إنهم يعدوا فترة الحملة إن شاء الله بأمان ولا دول ممكن يجي لهم بقى الاتنين في نفس الوقت أمراض القلب كمان الانكسار اللي بيحصل فيه القلب أنا مش عارفة الاسم العالمي حضرتك لتقدر تقوله متلازمة القلب مكسر متلازمة القلب مكسر شكرا من المكسر لا يعني تصد تعبير أيها اللهي شكرا جدا طبعا ده يعني نقدر نقول إن ده قطاع تاني أو قطاع مهم جدا اللي هو الحامل المريضة أو اللي عندها مشكلة في القلب طبعا إحنا أمراض القلب كتير قوي إحنا صعب نطلق الكلام ده على مرض القلب وخلاص يعني فيه أمراض يعني زي مثلا ديء الصمام الميترالي أو ديء الصمام الأورتي أو ضيء الصمام الرئوي كل الأمراض دي ممكن علاجها يعني قبل الحامل أو حتى قبل الولادة يعني مثلا لو عندها ضيء في الصمام الميترالي قبل الحامل مثلا ممكن نوسع الصمام الميترالي دي مثلا عن طريق أسطرة فتقدر تولد يعني الولادة تتم بصورة أمين وفي بعض الأمراض مثلا ضعف شديد في عضلة القلب أو قصور شديد في الشرايين ده ممكن يعوق عملية الولادة ممكن يبقى فيه خطورة على الحامل والجنين ساعة احنا ما بننصحش بالحمل من أساسه وممكن ساعتها يعني بننصح أن هي يتم استخدام أي نوع من أنواع منع الحاملة وكده أن هي أن الحامل والولادة هيبقى فيها خطورة شديدة على الأم والجنين حضرتك قلتني أنه ممكن الحزن الشديد والاكتئاب يؤثر على القلب بشكل يعني نحن زمان كنا قبل الهوى دكتور بقولينا في الأفلام العربي زمان كنا نشوف كده مشهد حد اتعرض لصدمة كبيرة فهل يا قلبي كأنها حاجة بنتحك عليها لكن دي لها أسس علمية أنه ممكن الصدمة والعنف الشديد أو التعرض لصدمة كبيرة يؤثر بشكل مباشر على القلب آه بالضبط ده حقيقي يعني هي بقت متلازمة وبقت مشروحة بقوة يمكن نحن كان ده بيحصل وكناش باهمين ليه آه إنه هو الخوف الشديد أو الأخبار الخبر مثلا ممكن يكون خبر مفزع أو خبر صار أو إنه هو يبقى فيه يعني تغير عاطفي شديد ده ممكن يؤدي إلى إصابة القلب بضعف شديد في عضلة القلب مفاجئ وممكن قد يستلزم إنه هو الدخول للرعان المركزة والإقامة في المستشفى لفترة وممكن بقى ياخد يمشي على أدوية خاصة بضعف عضلة القلب لفترة ما لحين تعافي عضلة القلب ويعني هو متلازمة قلب منكسر يعني هي متكررة اللي هو بيصاب بيها بيجي له تاني آه ولكن يعني ممكن نقول إنها نسبة التعافي منها آه كبيرة جدا إن القلب يرجع سليم تماما مالقبل الصدمة العاطفية رب الله يحفظ قلوبنا جميع من المتلازمة للقلب المنكسر شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور محمد صبري استشاري أمراض القلب من معهد القلب القومي نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا